عايزة اروح لحضراتكم برضو عن قضية مهمة جداً قضية قطاعات النشئين دلوقتي الاندية اعلنت عن الاختبارات الاختبارات في كل المحافظات كل الاندية باستثناء النادي الاهلي النادي الاهلي لحد تلاحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها لسه النادي الاهلي لم يعلن الاختبارات لم يعلن تشكيل الاجهزة الفنية ليه دلوقتي اللجنة السلاسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية هل من المعقول ومن المنطق ان احنا النهاردة اتنين وعشرين ستة مفروض مسابقات النشئين تبتدي بعد شهرين في شهر تسعة النهاردة لم يتم الاعلان في الموسم الجديد عن الفرق اللي هتكون موجودة في الدوري تخيلوا النهاردة واحنا اتنين وعشرين ستة مفيش ولا الاندية جالها اي خطابات رسمية من اتحاد الكرة او من المناطق نقول ايه الاعمار السنية الموجودة للموسم الجديد او المسابقات اللي جاية هل هي مسابقات منطقة لاعمار سنية مين او كمان مسابقات جمهورية المين لحد اللحظة اللي انا بتكلم حضراتكم فيها في عشوائية كبيرة جدا عشوائية كبيرة جدا في مسابقات قطاعات النشئين لحد الوقت عندنا في مباراة كانت بين الاهل والزمالك في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي مش عارفين ما صرها ايه يا طارئ المباراة هتستكمل المباراة هتتلغي هل النهاردة هنقول الاهل والزمالك هما بطلاء هذين مسابقات ما فيش اي خطابات راحت للنادي الاهل للحظة اللي انا بتكلم حضراتكم فيها دلوقتي الاهل فريق الاهل بيتمرن وبيستعد لهذه المباراة النهاردة فريق تسعة وتسعين وفريق الفين واحد بيستعدوا بيتمرنوا حتى الرجل الخواجة النادي الاهل يتعاقد معه السنادي يعني بيشوف العجب النهاردة ما يكون عندك مدير فني اجنبي علشان يحط استراتيجية ويحط سياسة للموسم فالنهاردة بيحط خطة ازاي يتمرن الناشئين ازاي فترات الراحة ايه البرامج المحطوطة فالراجل مستغرب ازاي تدار الكرة المصرية بهذا الشكل في مسابقات الناشئين لحد الوقتي انت متعرفش مباراة تسعة وتسعين دي هتتلعب ولا لا فده شيء صراحة يدعوه للعجب الحاجة التانية واحنا بنتكلم عن الاعمار السنية للموسم الجديد موليد تسعة وتسعين هل السنة الجاية فيه موليد تسعة وتسعين ولا لا النهاردة النادي الاهلي عنده عدد كبير من موليد تسعة وتسعين لعيبة معارة دول مصيرهم ايه السنة الجاية هل النادي الاهلي اللعيبة اللي عنده في موليد تسعة وتسعين او فريق الشباب دلوقتي هيستغنى عنهم ببلاش بعد ما النادي صرف عليهم فلوس كتير النهاردة النادي ممكن يسيب لعيب ببلاش كده والنهاردة يبقى قرار من اتحاد الكورة علشان قرار متأخر ومفيش رؤية يبقى النهاردة بكلف النادي او بخصر النادي فلوس صرفها على ناشئ طب النهاردة لازم اعرف الاندية من دلوقتي انا باستغرب ازاي كمان الاندية عاملة اختبارات في المحافظات طب انت حضراتك النهاردة عارف ايه السن اللي موجود السنة الجاية علشان دلوقتي تعمل اختبارات موليد كذا الحاجة التانية برضو المهمة الاندية فيه اندية او بعض الاندية او معظم الاندية شكلوا الاجهزة الفنية طيب على اساس ايه تم تشكيل الاجهزة الفنية النهاردة هل جالك خطاب من اتحاد الكورة او المناطق هنقول فيه موليد كذا علشان ابدأ اشكل الاجهزة الفنية الحاجة التانية والمهمة النهاردة لو انا شكلت دلوقتي وبعد ما ابتديت وبدأنا نشتغل وفترات الاعداد وجيه منشور او خطاب من الاتحاد المصري وقال ان الفرق دي مش موجودة السنة الجاية مصير الجهاز الفني ايه ومصير اللاعبين ايه فللأسف احنا شايفين عشوائية وتخبط كبير جدا اسئلة اتمنى القائمين على الرياضة المصرية يكون لها رد وليها اجابة عندهم